تنبيه هذا المحتوى حصري ولا يحق لأي شخص إعادة استخدامه أو استخدام أجزاء منه إلا بعد ذكر مصدر الشرح يعني رابط الفيديو دا يا باشا أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صياد حلقة النهاردة مختلفة شوية وده باين من المقدمة لأننا هنوضح فيها أسرار هتخليك عارف إزاي تلعب ببينجي سابت وكمان مستقر مع أفضل فريمات أثناء الجيم بلاي ما بحبش أطول في المقدمة فما تنساش اللايك على الحلقة دي لو أنت حابب تدعمنا بطريقة مجانية كمان لازم تصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما نبدأ الحلقة دي وخلينا على طول نبدأ شرحنا مع بعض على بركة الله أول حاجة خلينا نعرف مع بعض إيه هو البينج وإيه هي العوامل الرئيسية اللي ممكن تأثر عليه أو تخليه غير مستقرة عندك في لعبة بوب جي موبايل البينج ببساطة هو طريقة بتمكنك من معرفة الوقت اللي بتستغرقه اللعبة عندك في عملية إرسال واستقبال البيانات بينك أو بين جهازك وبين السيرفرات اللي اللعبة موجودة عليها على الإنترنت وبالتأكيد كل ما قال لوقت إرسال واستقبال البيانات بينك وبين سيرفرات اللعبة واللي تقدر تقيسه بالملي سانية أو الام اس زي ما هو موضح قدامك كده كل ما زادت سرعة استجابة اللعبة وسلاستها معك أما بقى في حالة ارتفاع البينج أو حتى عدم استقراره عندك في اللعبة فده هيؤدي البطء الاستجابة بينك وبين سيرفرات اللعبة بالتالي هيحصل معك تأخير وده هيؤثر على حركة وسلاست اللعبة معك وكل ده هيؤدي في النهاية لمشكلة هبوط الفريمات لحظة أنا لا أفهم كيف يمكن أن يتسبب تأخير الاتصال في هبوط فريمات اللعبة خلينا أقول لك كل حركة في اللعبة أو صورة أنت بتشوفها أثناء الجيم بلاي ما هي إلا شوية بيانات وأوامر جهازك بيبعثها لسيرفرات اللعبة وبيستنى الرد منه علشان يعرض لك الصورة اللي أنت المفروض تشوفها بعد كده وفي حالة ارتفاع البنج عندك أو عدم استقراره بالتالي فيه تأخير في وقت إرساله استقبال البيانات بين جهازك وبين سيرفرات اللعبة اللي موجودة على الإنترنت ده هيؤدي لتأخر عدد من الصور اللي المفروض تجيلك من سيرفرات اللعبة وزي ما قلت لك من شوية أن كل صورة أو حركة أنت بتشوفها في اللعبة دي بيانات أنت بتبعثها من جهازك وسيرفر اللعبة أو السيرفرات الخاصة بلعبة PUBG Mobile اللي موجودة على الإنترنت بترد على جهازك بالصورة اللي أنت المفروض تشوفها بعد كده وفي حالة ارتفاع البنج أو عدم استقراره الصورة دي هتتأخر معك بالتالي هيحصل دروب فريم علشان كده ممكن تلاقي ناس بسم الله ما شاء الله إجهزتهم ممتازة جداً ولكن البنج بتاعهم بيسبب لهم مشكلة الدروب فريم هو مش متخيل أن ارتفاع البنج أو عدم استقراره ممكن يعمل هبوط في الفريمات علشان كده ما بيدورش على حل المشكلة البنج دايماً بيدور على حل المشكلة الفريمات وسائب المشكلة الأصلية أصلاً اللي مسببها له المشكلة دي والمشكلة دي لها عدة أسباب ولكن انت عرفها كلها لأنها تشرحت في ملايين الفيديوهات طبعاً على يوتيوب قبل كده لكن دلوقتي خلينا وضح لك الحاجات اللي محدش أبداً وضحها لك على يوتيوب سواء في الفيديوهات العربية أو الأجنبية والأسباب والحلول اللي أنا هكلمها كفاءة دلوقتي دي حصرية لو شفتها في أي حتة تانية بعد كده على يوتيوب بتأكد إن القناة دي أو الشخص ده نقل المعلومة مننا وأنا مش دادة انتشار المعلومة نهائياً ولكن لو حابب تاخد الفيديو ده أو تاخد جزء من الفيديو ده كمصدر لك لازم تاخد لينك الفيديو ده كمان تحطه عندك في الوصف كمصدر المعلومة الأساسية ده علشان أنت تستفاد وتقدر تفيد الناس اللي عندك في القناة في نفس الوقت ما تضيعش تعبي أو مجهودي أول حاجة إذا أنت ما تعرفهاش ولا محدش قال لك عليها قبل كده إن سكوادك اللي انت بتلعب معه هو واحد من الأسباب الرئيسية اللي ممكن تسبب لك المشكلتين دول سواء مشكلة ارتفاع البنج أو عدم استقراره وكمان مشكلة هبوط الفيرمات وده طبعاً راجع لأسباب كتير هفاهمها لك دلوقتي واحدة واحدة مبدئياً كده أي لعبة متعددة اللاعبين بتتلاعب أونلاين زي PUBG Mobile بتكون أولوية اللعبة في حالة إنك جاي تبدأ جيم بليه جديد إنها توصل الـ IP بتاعك أو عنوان جهازك بأقرب نقطة اتصال أو أقرب سيرفر بينك وبين اللعبة علشان كده يمكن معظمكم لما بيجي يدخل مع عشوائي بيلاقي الناس اللي معافل فريق من نفس البلب بتاعته أو كمان ممكن من نفس المحافظة ونفس المنطقة اللي هو ساكن فيها ونفس الموضوع بالضبط في حالة دخولك سولوس كوات ده بيدمن ليك أفضل بنج مستقر لأنك متصل بأقرب سيرفر ليك وكمان بيدمن لك أفضل فريمات لو أنت مشكلتك بسبب أن البنج عندك غير مستقر علشان كده تلاقي لعبة محترفة زي سيربون وموش يا والي دايما يبيلعبوا سولوس كوات يبيلعبوا عشوائي لكن لما بتدخل مع سكواتك وكل واحد منكم قاعد في بلد أو يمكن كمان كل واحد منكم قاعد في دولة هنا اللعبة بتكرر إن هي تدخلكم سيرفر عشوائي ملوش أي علاقة وبأفضل نقطة اتصال بينك وبين سيرفرات اللعبة وبالتالي هيظهر معك مشكلة ارتفاع البنج أو عدم استقراره وكمان مشكلة هبوط الفريمات لأنك مش متصل بسيرفر مستقر أما عن حلول كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها أثناء الحلقة دي فهنشرح دلوقتي مجموعة من الخطوات لو طبقتها عندك بشكل سليم هتاخد أفضل بنج وأعلى فريمات مستقرة وأول حاجة لازم نتأكد منها هو الـ DNS أفضل DNS مستقرة حسب الدعم الرسمي لمحاكي جيملوب هو الـ DNS الخاص بشركة جوجل واللي تقدر تضيفه معايا بالشكل ده هتروح لعلامة الانترنت عندك وتضغط كليك يمين بالشكل ده وتضغط على كلمة Open Network and Internet Settings ومن هنا هتنزل تضغط معايا على كلمة Change Adoptor Options بالشكل ده وهتيكي تضغط كليك يمين على شكل الـ Ethernet أو شكل الشاشتين اللي هيكون لونهم أزرق بالشكل ده وتنزل تضغط معايا على كلمة ProBert من هنا هتنزل تضغط على الكلمة المكتوبة عليها Internet Protocol Version 4 TCB على IP Version 4 أول ما تضغط عليها بالشكل ده مرتين هيفتح لك الشاشة اللي انت شايفها ده تنزل تحت معايا وتعلم على الاختيار اللي مكتوب عليه Use the following DNS server address وتيجي هنا وتكتب الرقم اللي انا هميل له لك ده 8 وفي الخانة التانية اللي جنبها 8 وتنتقل للخانة اللي جنبها 8 وكذلك في الخانة الاخيرة 8 يبقى فوق في 8.8.8.8 وتحت هنا هتيجي تعمل نفس الحوار 8.8 وفي الخانة اللي بعدها هتيجي تكتب 4.4 يبقى فوق 8.8.8.8 وتحت 8.8.4.4 وتيجي تضغط من هنا على كلمة اوكيب اوكيب كمان مرة من هنا ده افضل سيرفر مستقر يقدر يديك اشارة كويسة وده على حسب كلام اللعبة مش على حسب كلامي انا كمان بالنسبة للناس اللي بتلعب واي فاي الواي فاي مش احسن حاجة للعبة ومش احسن حاجة للبينج نهائيا علشان كده تأكد ان انت بتلعب بكابل يوتيبي متوصل بين جهازك وبين الروتر بتاعك علشان تاخد افضل بينج وافضل فريمات لان زي ما فهمنا طول الحلقة البينج بيسبب مشكلة هبوط الفريمات تاني حاجة اساسية هو تحديث كل البرامج المهمة عندنا في الجهاز وعلشان تقدر تعمل كده هتطبق معايا كل الخطوات اللي احنا هنشرحها مع بعض دلوقتي اول حاجة خلينا نتأكد من شوية تحديثات وتعريفات عندنا على النسخة هنأعمل كده عن طريق برنامج بسيط جدا بنستخدمه من زمان البرنامج ده اسمه درايفر بوستر هتروح لقايه متصفح وتكتب كلمة درايفر بوستر وهندخل على اول نتيجة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده ده شكل الموقع الرسمي الخاص ببرنامج درايفر بوستر هتنزل تحت شوية وتضغط معايا على كلمة شريد داونلود بعد ما يحمل معاك البرنامج هتجي تضغط معايا على كلمة اوبنت فايل من هنا وهيبدأ يفتح معانا ملف التسبيت بالشكل ده خلي بالك هنا معايا علشان ما تثبتش برامج ديالة على النسخة بتاعتك هتجي تشيل علامات الصح اللي انت شايفهم قدامك دول دول اعلان من البرنامج علشان يثبتلك برامج تانية احنا مش محتاجينهم هنشيل علامات الصحة ونضغط على كلمة in store كمان هنا هيعرض عليك برنامج تاني هتضغط على كلمة no sanctions وتضغط على كلمة next وبالشكل ده البرنامج خلص معانا عملية التسبيت وهنا هنضغط على كلمة no sanctions هنا زي ما انت شايف هيبدأ يعمل فحص للويندوز بتاعي ويتعرف على كل قطع الهالدوير اللي موجودة في الجهاز بتاعي علشان يحمل لها اخر تحديثات كل القطع اللي موجودة قدامك دي محتاجة تتحدث فهانيجي نضغط من هنا على كلمة update now وتضغط معي على كلمة ok واول ما يخلص تحميل هيجيب لك الشاشة دي هتضغط x من هنا وهيطلب منك انك تعمل restart lbc هتيجي تضغط من هنا معي على كلمة reboot وتنزل تضغط معي على كلمة yes من هنا وجهازك هيبدأ يعمل restart بالطريقة اللي انت شايف هذه ودلوقتي خلينا نروح لعدادات نسخة الويندوز بتاعتي اول حاجة هتعملها هتخش هنا على search وتكتب كلمة power وهتظهر لك كلمة choose power plan هتضغط عليها بالشكل ده هيفتح لك الشاشة اللي انت شايفها قدامك دي تروح تختار معي كلمة high performance بالشكل اللي انت شايفه قدامك بك وتقفل منها ودي كانت كل حاجة بالنسبة لمشكلة البنج وعلاقتها بمشكلة هبوط الفريمات ما تنساش اللايك على الحلقة دي لاننا وصلنا لانت حلقتنا كمان اشتراك في القناة لو انت اول مرة بتشوفنا اما انا شوفكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته